اشتركوا في القناة حياته شاهدا على مقدار فائدته للانسانية في حياته وبقدر ما ان الانسان قيم الا انه يزاد قيمة عند الناس حينما يكون صاحب رسالة وقضية حقيقية ينتفع بها الناس رابعا دنيانا الشيخ محمد صيام امام الاقصى الشريف السابق هذا الرجل الامة والداعية المجاهد والشيخ العالم عزيز المشاهد نخصص هذه الحلقة للحديث عن هذا الشيخ الذي هو سفير للمسجد الاقصى في العالم ككل لنقف على هذه السيرة وما وراءها سيكون بمعيتنا دكتور اسامة الاشقر الاكاديمي والاستاذ الجامعي والمؤرخ مساء الخير نستميحك اولا سيدي دكتور اسامة الاشقر ان نبدأ هذه الحلقة بهذا التقرير رحيل الشيخ محمد صيام خطيب وامام المسجد الاقصى وسفير القضية الفلسطينية ومؤسس الحركة الاسلامية الفلسطينية ترك فراغا كبيرا في خط الدفاع الاول لنصرة القضية الفلسطينية التي لطالما حمل لواءها في وجه المستعمر الاسرائيلي منذ بواكير عمره ننعي واحد من حملوا لواء الجهاد والمنافحة والمكافحة من اجل الغضية الفلسطينية من اجل حقوق الشعب الفلسطيني ومن اجل عودة قدس حرة من سلبها من اليهود الصهاين الذين اقتصبوها والذين يدنسونها والذين يحاصرونها والذين عادوا تهويدها وفي هذه المناسبة نذكر المسلمين اجمعين فان قضية القص هي قضية المسلمين كافة وليس قضية فلسطين وحدها وكان للشيخ ادوارا كبيرة في العمل الخيري من خلال تأسيسه لعدد من الصناديق الخيرية لدعم المحتاجين من امناء المسلمين في شتى مناطق العالم الاسلامي بجانب ادواره في المنافحة عن القضية الفلسطينية مؤسسا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصحوني جاء الى السودان وهنا كان له دوره في المجاهدة ثم اصبح سفيرا متنقلا الفلسطين في كل اسقاع الدنيا من الهند الى اندونيسيا الى افريقيا وكان له دور كبير في توجيه وتعليم وتثقيف العالم الاسلامي في كل المنابر اتداء من المنبر في المسجد الاقصى الى منابر اسيا وافريقيا وبعض رحيله ومواراته الثرى هنا في السودان يكون قد ترك ارثا جهاديا كبيرا في الدفاع عن اعظم مقدسات الامة الاسلامية المسجد الاقصى الذي هو اول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين واغفر لاهل هذه المقابر كلهم اجمعين واغفر لموت المسلمين مصطفى بكري قناة طيب الفضائية الخرطوم مرحبا بك عزيزي المشاهد ثانية في هذه الحلقة التي نخصصها للشيخ الراحل محمد صيام امام وخطيب المسجد الاقصى وفي هذه الحلقة نستضيف دكتور اسامة الاشغر الاكاديمي والاستاذ الجامع والمؤرخ مساء الخير مرة اخرى ضيفي العزيز اسامة اهلا وسامة اولا دكتور اسامة دعنا حتى نكون على القرب من هذا الشيخ الجليل الذي فقدناه اولا امس نتعرف على سيرته الذاخر الكبيرة بداية تعرفي عليه كانت في مطلع التسعينيات عندما قدم الى السودان عام 92 وظلت هذه العلاقة قائمة متجددة حتى يوم رحيله رحمة الله عليه يمكننا ان نتحدث عنه انه في مراحل حياته المختلفة في مراحل النشأة ولد في مصر وترارع فيها في طفولته لام مصرية ولأب أزهري تعود اصوله الى قرية الجورة وهي قرية ساحلية تقع جنوبه مدينة عسقلان المحتلة وشمالي غزة هذه القرية مشهورة بالصيد وأهلها طيبون وللقدر ان هذه القرية هي قرية الشيخ احمد ياسين رحمة الله عليه شهيد فهي نعم هي قريته التي ولد فيها بعد ان ولد في الشرقية في مصر انتقل مع والده واسرته الى تلك القرية الوادعة وبقي فيها وتنشأ في رحاب فلسطين حتى جرت النكبة عام 1948 فانتقلوا الى قطاع غزة واستقرت العائلة في مدينة خان يونس الساحلية التي اكمل فيها نشأته بدأت بعد ذلك المرحلة الثانية من حياته وهي مرحلة الدراسة الجامعية حيث درس في جامعة القاهرة وكان في كلية الاداب هذه الفترة ايضا شهدت مرحلة حساسة من حياته حيث انه انضم للحركة الاسلامية وحركة الاخوان المسلمين في ظروف صعبة قاسية كانت الحملة الناصرية على حركة الاخوان انذاك في ذروتها وكان الفلسطينيون لان قطاع غزة كان مضموما الى جمهورية مصر العربية انذاك كان قطاع غزة يعد ارضا مصرية وكان يعامل اهل القطاع على انهم مصريون في التعليم وفي التدريس وفي اشياء كثيرة وحتى في القوانين الظالمة التي كانت تلحق الناس تعرض الشيخ هناك في مصر الى الاسر والاعتقال وتعرض زملائه منهم الشيخ خاني بسيسو المراقبة اول مراقبة عامل اخوان المسلمين وقتل في السجون المصرية خاني بسيسو وايضا زميله ورفيق دربه الراحل الشاعر الكبير الدكتور عبد الرحمن بارود بقي في السجن نحو عشر سنوات اما هو فقد استطاع ان يقضي مدة قليلة جدا بلباقته وحسن تصرفه وامكاناته اللغوية وحذاقته استطاع يعني ان يقدم نفسه انه لا يدري شيئا ولا اعرف شيئا عن التهم التي نسبت اليه فخرج من السجن وعاد الى الكويت بدأت المرحلة الثالثة من حياته بذهاب الى الكويت حيث التقى نفرا من ابناء الحركة الاسلامية الفلسطينية الذين اسسوا مع بعضهم شعبة من الشعب الاسلامية في تلك الديار التي شهدت استطان عدد كبير جدا من الفلسطينيين والشوام والمصريين وكانت فترة مهمة جدا في حياته بعد ذلك دخلت المرحلة الرابعة وهي مرحلة الدراسات العليا حيث انتقل الى مكة المكرمة ونال درجتي الماجستير والدكتوراه بعد اقل من عام من عودته وحصوله على درجة الدكتوراه من جامعة ام القرى بدأت المرحلة الرابعة من حياته وهي مرحلة اكثر حساسية حيث كلف بانشاء والقيام بامر اول جامعة اسلامية ستخرج عددا كبيرا وكادرا هائلا من كوادر الحركة الاسلامية الفلسطينية بكافة انواع وتشكيلاتها ولسية من كوادر حركة حماس حيث تولى ادارة هذه الجامعة الوليدة وهي الاولى من نوعها انذاك عام ثلاثة وثمانين وظل هناك حتى قيام الانتفاضة وما بعدها فابعد من القطاع على اثر اتهامه بكتابة بيانات الانتفاضة وانه المشاركة في قيادة حركة حماس فبدأت مرحلة خامسة الفلسطينية سبعة وثمانين هذي هو ابعد عام ثمانية وثمانين تسعة وثمانين الانتفاضة كانت سبعة وثمانين ابعد عن فلسطين ذهب الى لبنان ومن لبنان الى الكويت وبقي هناك حتى جاء صدام حسين وصارت الفتنة العارمة بغزوه للكويت فلجأت اعداد كبيرة من الفلسطينيين الى الدول المحيطة والى دول الاخرى وكانت السودان واحدة من الدول التي جاءت اليها وفود من المهاجرين الذين كانوا في الكويت واستقروا في السودان وكان هو مع نفر من اخوانه جاءوا الى هنا وبقي حتى عام اربعتين وتسعين من هنا انطلق الى اليمن وبقي فيها حتى عام الفين وخمستاشر وجاء الى السودان لكي تشهد السودان كما شهدت محطة مهمة من حياته تشهد ختام حياته الحافلة بالجهاد والمقاومة في هذه الارض اكتر سامة الاشغر هذه صورة يعني مكتملة للسيرة الزاتية لشيخنا المرحوم محمد الصيام قبل ان ندلف الى السؤال هذا هل اعتلى قبل المسجد الاخصى منابر اخرى للمساجد الشيخ كان خطيبا مفوها كان يخطب في مساجد الكويت في مساجد قطاع غزة وفي المساجد المصرية لكنه عندما تولى ادارة الجامعة الاسلامية بغزة كانت هناك حصة لابناء المناطق في فلسطين فكانت حصة غزة للشيخ الدكتور محمد صيام من خلالها اعتلى المنبر في مسجد الاقصى عدة مرات وهذه من العلمات الفارقة التي اثرت جدا في شخصيته وحمل هذا الوصف طيلة حياته خطيب المسجد الاقصى ظل ملازما له كان يخطب ايضا في اليمن ويخطب في بقاع الارض كلها بالمناسبة كان سفيرا متجولا وعندما اقول انه كان سفيرا متجمولا انا احسب انه ليس هناك دولة او ارض الا وطئها الشيخ الدكتور محمد صيام سفيرا للكلمة الشيخ كان يرحل من استراليا الى امريكا الشمالية والجنوبية والى اوروبا والى البلدان افريقيا وآسيا حتى تلك البلدان الثلجية البعيدة عندما يسمع ان هناك نفرا يريد ان يستمع عن القضية الفلسطينية كان يتوجه الى هناك الشيخ كان بحق كان سفيرا من طراز خاص وكان صاحب نكتة وكان جميل الطلعة ويحب الناس دائما رؤيته والسلام عليه والتشرف بانه كان واحدا من خطباء مسجد الاقصى وعلمائها واسس حركة علمية تأثرت جدا بشخصيته وكان علامة فارقة رحمه الله نترحم عليه رحمة الله عليه رحمة واسعة دكتور رسامل اشغر هذه الثقافة الموسوعية لا بد ان تكون هناك منابع لها من اين تلقى هذا الشيخ الجليل الوقور هذه الثقافة الموسوعية والده الشيخ محمود صيام ترى اسمه دكتور محمد الشيخ محمود والده ليس الشيخ انما محمود لكن والده لانه كان عالما ازهريا في قريته لقبة بالشيخ محمود صيام فاول مصادر علمه كانت من والده الازهري الذي سوشد عام 1949 عندما قصفت طائرات الاحتلال في اول احتلالها للارض الفلسطينية الاحتلال الاول عندما قصفت وهو يوزع المؤن والمساعدات على المنكوبين واللاجئين من اهالي المناطق الجنوبية في فلسطين من نواحي الرملة ونواحي يافا الذين رجأوا الى خان يونس تشهد رحمه الله وكان لذلك اثر كبير عليه ايضا كانت الصحبة والرفقة التي كانت موجودة آنذاك ولسيما من الرعيل الاول للحركة الاسلامية الذين كانوا موجودين في قطاع غزة والذين كانوا يشاركون في الجيش المصري للدفاع عن ما تبقى من ارض فلسطين كان لهم اثر بالغ جدا في تكوين شخصيتي من خلال استماعه لمحاضراتهم ومنتدياتهم التي كانوا يتجولون فيها في انحاء قطاع غزة وبعد ذلك الرفقة الاخرى التي صاحبته في دراسته الجامعية في مصر كان معظمهم من اللامعين من امثال الدكتور بارود والشيخاني بسيسو ومجموعة حاول ان يكتب عنهم لكن لم يكتب لها لهذه الاسماء الزيوع والانتشار كان لثقافته الشخصية ايضا وقراءاته واطلاعاته ومهارته ايضا لها اثر كبير جدا في تكوين شخصيته العلمية التي بعد ذلك تبلورت في الشهادات الاكاديمية العليا ولسيما شهادة الدكتوراه التي حددت اتجاهه واهتمامه بالنواحي اللغوية ثم بالنواحي الشرعية بحكم كونه خطيبا ورئيسا لهيئة علماء فلسطين في اليمن وفي مناطق اخرى طيب دكتور اسامة يعني يمكن ان يكون هذا التسفار والتجوال في العالم يمكن ان نعكس اثره على ثقافة هذا الرجل لا شك عندما تسافر الى مناطق كثيرة تتسع معارفك تتسع مفاهيمك لأحوال الناس وطرائق تعبيرهم واهتماماتهم وبالتالي تكون لديك فرصة ان تتحدث في جوانب كثيرة لا يعلمها كثير من الناس فتثير دهشتهم واعجابهم لا سيما بسرد الغرائبيات التي يشاهدها المرء في حياتهم ولانه كان ذكيا وفصيحا وبليغا وذا قدرة على نظم تلك المعلومات وتسبيكها وتشبيكها وبعد ذلك نثرها ونشرها بين الناس أصبح هذا الرجل لديه معرفة هائلة وكبيرة يحب الناس مجالسته والاستماع إليه وهذا أثر كثيرا جدا على كل من انتدى حوله واجتمع به وكان لهم أثر مباشر على شخصيته رحمة الله طيب دكتور أسامة الأشغر عرف عن شيخنا الجليل المرحوم محمد الصيام يده العليا وكرم سجيته مع أن نتلمس هذا الجانب في شخصية هذا الرجل العظيم عندما نتحدث أنه من أبناء الريف والريف الساحلي فمعروف عن أبناء الساحل أنهم أهل كرم وهم أسخياء وأجواد بجواد البحر بجود البحر الذي يساكنونه ويجاورونه فهذا البحر يلقي عليهم دائما من طيباته وخيراته فأثر شخصيته انعكست أو انعكست آثار البحر وشخصية البحر على شخصية أهل الساحل وأيضا تربيته الأزهرية الكبيرة التي اقتلقاها من والده الراحي رحمة الله عليه الشهيد وأيضا طبيعته التي كانت تحب الناس وتحب الاجتماع وتحب العشرة الطيبة كل ذلك جعل منه شخصية قريبة إلى النفس وكان من وسائل تأثيره وتقريبه لمن حوله أنه كان يفتح باب بيته ويفتح صدر بيته لضيوفه الذين يقدمون عليه في كل حين خاصة عندما يجئون من سفار أو يريدون الاستماع إلى حكمة وموعظة أو يحلوا مشكلة من المشكلات أو يتدخلوا في قضية من القضايا كان من أجل ذلك بابه مفتوحا ومن شأن هؤلاء الكبار من أراد أن يكون عظيما ذا شأن عليه أن يفتح باب داره وعليه أيضا أن يفتح يديه وصدره أيضا وكان الكرم أنا ممن يعني رأى الكثير من كرمه وممن أيضا لقي من كرمه الكثير وأعرف من أحواله أن هذا الرجل العظيم يعني قد أعطاه الله سبحانه وتعالى من بركة هائلة كان يوزع من بركات الله عليه على كل من يأتيه طالبا للحاجة أو طالبا لمعونة طارئة أو مستديمة دكتور أسامة الأشرار فاصل قصير ثم نعود هذه الحلقة التي خصصناها للشيخ المرحوم محمد الصيام المشاهدون الكرام مرحبا بكم مرة أخرى في حياة طيبة والتي خصصناها لرحيل الداعية العلام الشيخ محمد صيام وما زال ضيف الحلقة دكتور أسامة الأشغر الأستاذ الجامعي والأكاديمي والمؤرخ مرحبا بك ثانية دكتور أسامة نتحول إلى محور الدعوة إلى الله هذا الشيخ يعني معروف عنه عمل في الدعوة كثيرا نشوف ما مقدار صبر هذا الشيخ على ابتلاءات الدعوة ابتداء هو الرجل تعرض إلى محن كثيرة ولا سيما محنة اليتم في مراحل حياته الأولى عندما كان في سن الثالث عشر من حياته عندما فقد والده عندما كانوا في نكبة عظيمة عندما هجر أهله وجميعا من قرية الجورة إلى قطاع غزة فتصور أن تكون مهجرا لا تملك شيئا ولا تعرف لك مستقبلا ثم تفقد بعد ذلك سندك وعونك وهو والدك الذي تحبه ويراه الناس جميعا منقذا ومخلصا هذه المراحل الصعبة جدا في حياته المحنة الثانية محنة الاغتراب التي رافقته منذ خروجه من قطاع غزة ذاهبا إلى مصر ثم إلى الكويت ثم إلى اليمن ثم السودان ثم إلى سوريا ثم في أنحاء الأرض وكان في كل منطقة يترحل فيها ويتصوب إليها هنا وهناك كان يحمل الكثير من الألم عندما يفارق جيرانه وأصحابه وخلانه ودائما صعوبات الفراق ليست مكانا واحدا هي غربة متصلة في جغرافيات واسعة ومنتشرة فهذه الغربة أثرت جدا في حياته من أشياء التي أيضا أثرت عليه أنه كان مبتلا في نفسه بجملة من الأمراض التي استطاع أن يصبر عليها ولا يكاد يعلم كثير من الناس أنه مصاب بها كان ذا عيال وقال دائما يحب أن يسمى بأبي البنات كان معظم ذريته من البنات ولديه ذكر واحد وهو أخونا محمود أبو محمد حفظه الله ورعاه معظم بناته يعني مشهور عنه أنه رب بناته بالحب وكلهن من ذوات المسئولية وذوات الحضور ومن ذوات الشأن وكان له بصمة واضحة عليهم وأثره فيهن واضح جدا بارك الله له في ذريته أجمعين من محنه رحمة الله عليه أنه كان يتنقل من السجون من سجن إلى آخر وله ديوان مشهور يعني وصف فيه بعض أحواله في هذه السجون ولسيما ديوانه يوم في المخابرات العامة تحدث فيه عن مصاعب هؤلاء السجناء والمعتقلين وحجم التعذيب الذي يتلقونه في بعض السجون العربية وأيضا في السجون الإسرائيلية أيضا هناك محن تتعلق بأنه كان قائدا وزعيما في حركة مقاومة للاحتلال حركة حماس وبالتالي تعرض للكثير من محاولات الكيد به محاولات اعتقاله في الأماكن التي يذهب إليها أيضا منعه من السفار كثير من الأزمات التي لاحقته رحمه الله وهو يدافع عن قضيته ويدعو إلى الله وإلى الجهاد في سبيله من أجل تحرير هذه الأرض كان صبر الشيخ واحدا من المعالم التي ميزت شخصيته وأعنته على استكمال هذه الطريق حتى مات رحمه الله وهو تمسك بالمبادئ التي آمن بها منذ نعومة أظهاره دكتور أسامة الأشغر يعني الأمة الإسلامية مرت بالتلاءات وقضايا كبرى كيف تفعل مع هذا الشيخ؟ الشيخ محمد صيام رحمة الله عليه كما قلت لك جاب الدنيا وطاف أنحاء الأرض وبالتالي اطلع على كثير من أحوال المسلمين تجده في القضايا الكبرى عندما دخلت أزمة غزو صدام حسين العراق للكويت كان من جملة العلماء الذين ذهبوا إلى العراق وذهبوا إلى الكويت وإلى السعودية محاولا أن يشارك في حل هذه الأزمة وتفكيكها قبل أن تتحول بعد ذلك إلى تدويل عالمي ويجري فيها ما جرى كان في قضايا المسلمين في ليبيا في أركان في الهند في الباكستان في اندونيسيا في الأمريكتين في كل مكان تجد للشيخ إسهاما مباشرا وكان مطلعا على كثير من القضايا ومن أجل هذا الاطلاع الواسع كان يدخل في وساطات كثيرة بين الفرقية المتناحرة من داخل الجهات القريبة من فكره وتوجهاته أو حتى الجهات البعيدة التي تتعامل معه على أنه قائد وقاضي يحكم بين الناس بالعدل والإنصاف دكتور رسامة الأشار يبدو أننا معنا عبر خط الهاتف دكتور عوض الله حسن المراقب للأخوان المسلمين بالسودا مساء الخير دكتور عليكم شكرا ومعرفتكم أنت متابع معنا هذه الحلقة التي خصصناها للشيخ محمد صيا نعم نظر الله نتقبله قبولا حسننا الجنة متقلب ومسوح نسألك دكتور عوض الله عن مجاهدات هذا الشيخ ودوره في الدعوة الإسلامية ودوره أيضا مشاركا في الهم الإسلامي والقضايا الإسلامية الكبرى الشيخ محمد طياب هو السبير الأخطى ولسانه الناطق باسمه اسم كبير وسمع عريضة عشنا زمنا نحن في السودان معه كنا حينها طلابا نستمع إلى خطبه وإلى شعره الحماسي وهو الذي قد جاب أخطار الأرض كلها دعوة إلى الله عز وجل ويكفيه شرفا أنه قد خطب في المجد الأخصى سفيرا متجولا لفلسطين نعم متحدثا عن هذه القضية المحورية قضية المسلمين الأولى في سفر متصل يعزف بقضيته ويحمل همها معه أينما حل وحيث مرتحل نعم دكتور نعم تفضل تفضل واصل في حديثك الشيخ محمد صيام مع قلة الأيام واللحظات التي عشناها معه وكان قريبا من مشايخ دعوتنا في السودان قريبا للشيخ صادق وقريبا للشيخ الحجر يسن للدائم كنا نراه بشوشا باسما حاضر النبتة أذكر مرة حاضر معنا رحلة وكنا ننتظر قفشاته وكلماته الرائعة كان مهتما بهذه القضية وبذل لها عمره خرج مجاهدا في سبيلها بذل جهدا وأخذ ذلك من صحته ومن وقته كان كريما معطاء لا يرد سائلا وبيته عامر بالضيوف بل كان كما سمعت من بعض الإخوة أنه يجيد لعب الكرة يمازح إخوانه خاصة الكبار منهم أما خطابته فلم يكن يجارى فيها كان خطيبا مفوها جهوري الصوت تعرف المنابر وهو إمام المزل الأخصى اتقاه رمرات وكان يعرف به أنه إمام المزل الأخصى حينما يقدم في المحاضرات والندوات في اللقاءات كان كثيرا ما ينظم الشعرة بل كل خطبه سيدها مليئة بكلمات الشعر القوية التي تلهب الحماس كيف لا وهو خريج هذه المدرسة مدرسة الإخوان المسلمين ولعله قد تلقى بيعتها في مصر وانتقل بها إلى فلسطين وزاد عنها في الكويت وعمقها في اليمن وحل بها وارتحل بها إلى السودان كان يرى كل هذه الأوطان أوطانه وكل هذه البلاد بلاده ولست أدري سوى الإسلام لوطنا الشام فيه واد النيل السيان نظر الله يتقبله قبلا حسنة وأن يحسن عاقبته وقد مات في يوم الجمعة ولعل ذلك من بشاراتي الطيبة فقد مات في يوم عظيم ولعل ذلك يكون شفيعا له وهو بمجهداته إن شاء الله يكون مع رفقاء دربه الشيخ الشيخ أحمد ياسين وله شبه في كسفة الحية وفي بياضها ولعل ذلك يذكرنا بهؤلاء الرجال الذين ما لانت لهم غناء من الرجال الصدق ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا شكرا دكتور عوض الله حسن المراقب للأخوان المسلمين سودان شكرا لهذه الكلمة الضافية في حق شيخنا المرحوم شيخ محمد صيام أعود لك تور أسامة الأشغر هذه الشخصية شخصية محمد صيام الحافلة بالحياة الطيبة لا بد أن يقتدي أو يقتدي بها الشباب كيف كيف للشباب أن يتعرفوا على هذه الشخصية وينهلوا منها من سيرته العطرة التي تركها لهم هناك مستويان من الاقتداء المستوى الأول المستوى المباشر وأزعم أن كثيرا من الشباب تأثروا به وبخطبه وبتجواله العريض في أنحاء الأرض وكان سببا في توجيه كثير من هؤلاء الشباب ولسيما في المغتربات حول العالم للعمل القضية الفلسطينية وتجويد العمل من أجلها هذا الأمر قد تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود هؤلاء العظام الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذه القضية المباركة الجانب الآخر هو الحديث عنه وعرض آثاره الباقية لسيما أن الشيخ له آثار كثيرة ولسيما من أشعاره هذه الأشعار التي كانت بحد ذاتها مدرسة ما تزال تعلم كثيرا من الناس الذين يتداولونها ويحفظونها خاصة أنها ليست من النوع الفخيم الذي يحب الشعراء أن يتعاطوه أن يتعانوه ويكون صعبا في أخيلته وفي تصاويره وفي أفكاره وفي تعقداته اللفظية كان الشيخ في أدائه الشعري وفي أدائه النثري يمتاز بالكلمة السهلة القريبة المأخذ وكان بذلك كأنه يطعمها للناس إطعاما ويكون الشعر عنده بمثابة خبز يتناوله الجميع إذا أردنا أن نتعرف إلى قيم الشيخ وإلى فكري فعلينا أن نبحث مباشرة في أشعاره المتبقية هناك الكثير من دووينه المطبوعة وهناك الكثير من أعماله غير المنشورة التي سنسعى إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نعرضها للناس وأن ننشرها لكي يتعرف الناس إلى تاريخ الدعوة عبر هذه السنوات الطويلة في مراكز وفي أماكن مجهولة لا يتعرفها كثير من الناس وفي أماكن تستحق فيها أن تقدم فيها هذه القضية من خلال منظومة قيم تمثلها الشيخ في حياته ومثلها في شعره الذي أبقاه للناس من بعده دكتور رسامة الأشغر للمرحوم العالم الجليل محمد صيام علاقات واسعة على مختلف الأصعدة ولكن نقف عند علاقته مع المسؤولين في الدول التي أقام بها يعني الشيخ كان زعيما سياسيا وزعيما اجتماعيا وأيضا زعيما دينيا وبالتالي كان هناك حرص من عدد من الزعماء أن يلقوه ولم يكن هذا الحرص عليه وحده وإنما من الجهة التي كان يمثلها وهي تلك الحركة المقاومة التي تقاتل في أرض فلسطين الشيخ من أجل ذلك التقى بزعماء العراق كان ذلك لسيم صدام حسين بالزعيم الليبي معمر القذافي وكان القذافي يحب لقاه جدا لنكتته التي كان يتمتع بها الشيخ وكان يحرص على دعوته في مؤتمر الحوار العربي الثوري الديمقراطي دائما ولا يكاد يغيب عنه وكثيرا ما كان يحدثني الشيخ أنه لا يستطيع أن يتغيب عن هذا الملتقى لأن حضوره شخصي ولا يقبل شخصا آخر يكون مكانه وأيضا في كثير من المحافل التي كان يدعى فيها العلماء والفقهاء كان الشيخ حاضرا معهم لكن أثره في العلاقات العامة كان في الحركات الإسلامية خاصة التي كانت دائما تدعوه إلى مؤتمراتها وامتدياتها وإلى ملتقياتها العامة والخاصة وأيضا في الوساطات التي كان يجريها الشيخ من أجل تفكيك المشكلات العويصة التي كانت تصيب بعض الحركات على امتداد العالم هل من نموذج واضح للحديث الذي تحدثت عنه عن الشيخ هل هناك نماذج ماسلة كانت واقعة تتذكر منها يعني الحديث يعني معظمه يتجه نحو الخصوصيات ولا أدري إن كان الشيخ مكاني رحمة الله عليه قد يسمح لنفسي أن يتحدث أو لا يتحدث أظن أن الأوان لم يئن بعد للحديث عن بعض هذه الخصوصيات لأنها ما تزال مصنفة على أنها قضايا خاصة قد تحرج بعض الجهات التي يمكن أن نتحدث عنها دكتور وسامة الأشغر نتحول إلى محور آخر القضية الفلسطينية وهي قضية الأمة الإسلامية والأمة العربية كيف كان الشيخ من هذه القضية قضية الأمة العربية والإسلامية هذه القضية هي قضية إسلامية وهي قضية عربية فبالتالي ليست قضية الفلسطينيين وحدهم وبناء على هذه النظرة فيجب على الجميع أن يكون شريكا في تحمل مسؤوليته تجاه هذه القضية وبالتالي كل مكاتب الإسناد العالمية التي كانت ترعى القضية الفلسطينية كان الشيخ موجودا فيها وكان دائما يضع الأفكار والبرامج والأدلة العملية للمشاركة التنفيذية المباشرة في خدمة هذه القضية وفي إسنادها وأيضا يراها قضية دينية بامتياز وبالتالي تجده في كل المربعات الدينية والعلمائية التي كان يشغل حيزا فيها كان يدعو إلى توحيد الرؤية الدينية والعلمائية تجاه هذه القضية وأن تكون واحدة من القضايا التي يجتمع عليها شمل الأمة وشمل علمائها بمختلف مذاهبهم وتوجهاتهم وأيضا في المستوى السياسي فيرى هذه القضية قضية رابحة وقضية يجتمع عليها الجميع الحاكم والمحكوم حتى لو كان ذلك الدعاء فكان يذهب إلى الحكام كما يذهب إلى الأحزاب السياسية وإلى قطاعات المجتمع المدني ويحاول أن يجعل هذه القضية بعيدا عن الاستنزاف السياسي المحلي وبعيدة عن الاستهلاك أيضا الذي تقوم به بعض الهيئات والتجمعات من أجل أن تعظم حضورها السياسي في بعض المناطق الاستغلالا للقضية الفلسطينية أو استخداما لها أيضا في جملة هذا الأمر كان الشيخ يتعامل مع هذه القضية أنها قضية تعزز روح الحياة في الأمة وأن الأمة لو اجتمعت عليها وجعلتها قضية مركزية فإن هذه الأمة سيكون لها هدف كبير واضح وستكون قضية أمة قادرة على الحراك باتجاه قضايا كبرى تجمعها بدل القضايا الانصرافية الكثيرة التي تعيش في دواماتها الدول العربية وتعيش في اهتماماتها وانحيازاتها الداخلية وبحيث أن هذه القضية لو جعلت أولوية في السياسة الخارجية لهذه الدول ولهذه التجمعات فإذا من شأن ذلك أن يعزز حضورها لا سيما أن قضية فلسطين هي أولوية لدى الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي وأيضا لدى الإسرائيليين الذين لهم نصيب وحضور كبير في العالم كل هذا جعل من الشيخ محمد صيام رحمة الله عليه يجعل من هذه القضية قضية جامعة ولا يقبل فيها التفرقة ولا التجزي ولا الاستخدام ومن أجل ذلك كان سفيرا ناجحا ودبلوماسيا متفوقا فزا في تقديمه لهذه القضية دكتور رسامة الأشغر الحياة الطيبة حياة ينشدها الناس أجمعين كيف كانت رؤية الشيخ محمد صيام لإقامة حياة طيبة كريمة للشعب الفلسطيني الشقيق طبعا هو يرى أن حياة الشعب الفلسطيني تقوم على الجهاد وأن الله سبحانه وتعالى قد اختصهم بقضية مباركة يجتمع عليها الناس هي قضية موجودة في كتاب الله لا يستطيع أحد أن يغيرها أو أن يمسها مهما حاول الناس أن يتدخلوا أن يغيروا أن يبدلوا فإن هذه القضية واضحة جدا ولا يختلف عليها اثنان في المستوى المعرفي وفي المستوى الديني والعقدي وأيما أحد يحاول أن ينحاز أو أن يقدمه بطريقة غير الطريقة التي يجتمع على فهمها الناس فإنه سيعود بالخسران المبين وسيتهم بين الناس بالعمالة والخيانة وبالتالي لن يحصل أحد يريد أن يخون هذه القضية إلا على الكثير من الويلات والدعوات البائسات التي ستصيب وتصيب ذريته من بعده هذا التوجه الذي كان عند الشيخ يعقوم على أساس أن الحياة مقاومة وأن الحياة جهاد بالنسبة للشعب الفلسطيني وأن الحياة لن تكون قائمة ولا عادية ولا متمكنة إلا بطرد هذا المحتل الآثم عن أرض فلسطين وأن تعود إلى حضيرة العروبة وحضيرة الإسلام وحضيرة العالم الآمن وإلى الإنسان الحر الشريف الذي ينشد حياة خالية من الظلم والعدوان والاعتداء كما تقوم عليها فلسفة الصهيونية العالمية بآخر احتلال جاثم على أرض هذه الأرض حساسة تشكل كتكثيفا للعالم كله بتنوع الحضارات التي نشأت عليها وآمنت بها دكتور أسامة الأشغر يعني بعد الاحتلال الأراضي الفلسطينية انتشر الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم وكونوا جاليات فلسطينية كبيرة كيف كان الشيخ ارتباط بهذه الجاليات كان جزءا من الحراك الكبير في هذه الجاليات دائما في أي جالية من الجاليات كانت هناك نخبة محركة لها الشيخ في ترحاله صوب الكويت في اليمن في السودان حيث كان يقيم معظم حياته بعد هجرة أهله ونكبتهم كان الشيخ شريكا في كل عمل تقوم عليه الجاليات الفلسطينية موجها ومرشدا وعاملا وتنفيذيا وقائدا ومسؤولا ورئيسا فهذه العالمات كانت بالزة جدا في شخصية الشيخ والتي أثرت تجربته الشخصية وتجربة من حوله رحمة الله عليه وكانت فكرة الشيخ في إدارة الجاليات كما هي فكرة إخوانه الذين رافقوه أيضا من خلال المنظمات والإدارات التي تقوم على خدمة الشعب الفلسطيني مثل الاتحادات الطلابية واتحادات النسائية ومن الجمعيات الخيرية وإلى الجمعيات التعليمية وكل ما من شأنه أن يعين الشعب الفلسطيني في مغترباته على أن يعود إلى أرضه أو يؤسس حركة تساعد على طرد المحتل وتسعى إلى إخراجه من هذه الأرض دكتور سامة هل كانت الدعوات تأتيه من الجاليات أم كانت هي مبادرات منه شخصيا طبعا كثير منها يأتي من أحبابه وإخوانه ومنظومة الحركات العربية والإسلامية والحركات الجغرافية القطرية بين قسين التي كانت في هذه الأقطار الذين يريدون التعرف على القضية الفلسطينية وبالتالي معظمها كانت دعوات وقليل منها كانت مبادرات منه ولم يكن هناك ثمة وقت للمبادرات لأن الدعوات كانت أكثر بكثير من أي محاولة للتفكير في أي مبادرة دكتور سامة الأشغر هل تتفق معنا بأن الأمة الإسلامية تمر بمنعطفات واضطرابات وهذا يمكن أن يؤثر على البيت المسلم يعني كيف كان الشيخ محمد صيام ينظر إلى واقع البيت المسلم الآن طبعا هو الأمر لو أردنا أن نقوم بإعادة توصيف ما كان يراه الشيخ في البيت المسلم فلا شك أن الحديث سيطول فلا يوجد هناك توصيف واحد يمكن أن نؤسس عليه نظرة كاملة وسيكون من الظلم علينا أن نعرض هذا الأمر في عجالة سريعة لكن من الممكن أن نقول أن الشيخ كان ينظر بتفاؤل إلى هذه المجتمعات لم يكن الشيخ ضيق الفكرة ولا ضيق العطن ولم يكن سجين فكرة بعينها ولا سجين زاوية نظر بعينها كان يرى الأمور من زاوية منفرجة واسعة كبيرة وبالتالي كان ينظر دائما إلى مراكز الأمل والتفوق التي تختزن بها الأمة وتشعر بها ويركز عليها ويسعى إلى تحفيزها وتنشيطها لكي تؤدي أدوارها ولم يكن أبدا يركز على الأمور الخلافية ولم يكن جزءا من أي خلاف وكان يسعى دائما لإطفاء النيران التي تشتعد في هذه البيوتات الخاصة والعامة وفي المجتمعات الصغيرة والكبيرة من هذه النظرة كان الشيخ مرتاح الضمير مرتاح البال لا يشعر بنكد دائما الابتسام وهذه الأمور جعلته أكثر انفتاحا على كل العوائق التي يمكن أن تمر بها حياته وحياة الآخرين الذين يتعاملوا معهم يعني يمكن أن نقول برغم الاضطرابات وبرغم صرف الاحتلال كان الشيخ متفائلا كان على يقين بأن هذه الأرض قد حيزت لهم لكي ينتصروا فيها على أكبر أعداء العالم وعلى أكبر احتياطي عالمي جعلوه في قلب الأمة لكي يهزموها في عقر دارها حيث مهد الإسلام الأول ومهد الديانات الأولى فبالتالي إن لم نكن نحن قادرين على هزم هذا التكثيف الحضاري الغربي الغازي لنا فنحن لن نكون أهلا لكي نكون ورثة هذا الدين وخلفاء هذه الرسالة العظيمة التي اعتمننا الله سبحانه وتعالى عليها دكتور سامل أشغر هذه الحياة الطيبة المليئة الذاخر بالمواقف لهذا العالم الجليل الشيخ محمد صيام إمام مسجد وإمام وخطيب المسجد الأقصى لا بد أن يكون لهذا الشيخ هم كبير كان يحمله كان همه الكبير فلسطين والمسجد الأقصى فبالتالي لا تجد أي شيء في حياته إلا كان مرتبطا بفلسطين كانت هي القضية الوحيدة التي تشغله وتستحوذ على اهتمامه في كل شؤون حياته طيب يعني هذه السيرة العطرة وهذه الحياة الطيبة لهذا الشيخ الجليل المرحوم محمد صيام إمام وخطيب المسجد الأقصى كيف تنظر إلى هذا الأثر الطيب ونعكاسه على المجتمعات الإسلامية حتى يعني يقتدوا بهذا الشيخ طبعا تحدثنا عن هذا الأمر وقلنا إن الشيخ رحمه الله ترك لنا تراثا عظيما فيما يتعلق بالتعامل مع هذه القضية وقلنا إن هذه القضية واضحة جدا ومن شدة وضوحها أنها لا تحتاج إلى شرح بمجرد النظر في أشعاله وإلى خطبه الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي فمن السهل جدا أن تقترب من رؤية الشيخ ومن فكرته ومن موجهاته التي كانت تمثل توجهات عالم الأحرار في العالم تجاه هذه القضية المباركة كانت لغة الشيخ واضحة جدا وغاية في الوضوح بحيث أنها لا تحتاج إلى مترجم حتى لو كانت اللغة المقابلة التي تحاول أن تشرح هذه الفلسفة وهذه الرؤية لغتها أو بضاعتها مزجاف التعاطي مع اللغة العربية كانت لغة من السهولة بمكان أنها تصل بسرعة إلى كل أذن متلقية قابلة للتعاطي بحياد أو إيجابية مع هذه القضية دكتور أسامة الأشغر يعني رحيل هذا العالم الجليل محمد صيام أثروا على القضية الفلسطينية يعني عندما أعلننا عن وفاة الشيخ رحمة الله عليه ضجت وسائل التواصل وضج الناس يكتبون عنه ويكتبون عن آثاره وعن كل لحظة قضوها معه بأثر أو فكرة أو لقاء أو لمسة أو حتى سماع أو حديث عن شخص قابله أو سلم عليه أو صافحه ووجدت أن كثيرين جدا يذكرون مآثر عنه لم نكن نعلمها ولم نكن قد رصدناها من قبل ووجدنا أن أياد الشيخ البيضاء قد حلت في معظم الدور وفي كل الأماكن عن امتداد الجغرافيا وكلما يعني زادت هذه الأيام بعد وفاته رحمة الله عليه رأينا أناسا لم نكن نعرفهم من قبل يتحدثون عنه وعن مآثره مما عزز لدينا النظر والقناعة بأن هذا الرجل قد أكرمه الله سبحانه وتعالى وبارك له في علمه وفي عمله حتى حاز هذا القبول على مستوى العالم كله وأنا ظنه أنه من هؤلاء النفر الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بكرامة من عنده حتى وافى أجاله المحتوم وهو بهذا الرضا وبهذا القبول وفي آخر أيام رحمه الله تعالى كان واثقا أنه مقبل على رب كريم واسع العطاء وبالتالي كان يتقدم إلى موته ببطء وبفرح وباستعداد ولم يكن يتأفف ولم يكن يعني يظهر للناس أنه مريض أو أنه يعني قد زلت به قدمه وكأنه كان يقول لهم إنني راض بقضاء الله وقدره وراض بضيافته ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فأقبل عليه محبا راضيا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين دكتور سام الأشغر يعني أنتم الأقربون للمرحوم الشيخ محمد صيام وهو تنقل ما بين الكويت لبنان اليمن السودان كيف كان يتحدث عن هذه الدول طبعا كان الشيخ سودانيا كثيرون لا يعلمون كان الشيخ سودانيا يحمل هوية هذا البلد ويحمل جوازه ويفتخر جدا بين الناس أنه سوداني وكان يخرج من السودان وهو سوداني ويدخل إلى السودان وهو سوداني وفي كل إقاماته في العالم كان يحمل اسم السودان معه كثيرون لا يعلمون أنه يحمل جنسية سودانية منذ أكثر من ثلاثين عاما واستحقها بجدار نتيجة إقامات طويلة في هذا الملد وفق القوانين السارية وبالتالي هو سوداني وهو فلسطيني أيضا دكتور أسامة الأشغر كما بدأت الحلقة بصورة كبيرة جدا عن هذا الشيخ تعريفا وسيرت أزاتية أيضا ونحن في خواتيم هذه الحلقة دكتور أسامة الأشغر نترك لك الفرصة لتقدم رسالة ونحن نفقد هذا الشيخ للأمة الإسلامية والعربية والعالم الإسلامي ككل دائما لدينا رموز وكبار ومفكرون وعلماء وفقهاء وكرام لا تفقدوا هؤلاء الناس عندما يكونون من بينكم لا تبعدوهم لا تقصوهم لا تهمشوهم اقتلبوا منهم إذا كبرت أسنانهم فليس معنى ذلك أن عطاهم قد قل إنهم ذو بركة عالية رفيعة يحتاجون إليكم وأنتم تحتاجون إليهم أكثر لا تفرطوا في عظمائكم ولا في علمائكم ولا تتذكروهم فقط في أوقات وفاتهم يستحقون منكم الكثير لأنهم أعطوا من أنفسهم الكثير لكم هذه كلمة لعل كثيرين يمكنهم أن يفهموها دكتور أسامة الأشغر الأستاذ الجامعي والأكاديمي مر الزمن سريعا لأننا نتحدث عن رجل أمة ولا بد أن يكون الزمن قصيرا في مثل هذه القامات القامات الإسلامية الجليلة نترحم في ختام هذه الحلقة عن الشيخ محمد صيام إمام وخطيب المسجد الأقصى الذي خصصنا له هذه الحلقة كاملة وأنت عطرتها حديثا طيبا عن هذا الشيخ رحمة الله ورحمة الواسع شكرا جزيلا لك دكتور أسامة الأشغر شكرا لك عزيز المشاهد للمتابعة لهذه الحلقة التي كما أسلفت خصصناها لشيخنا العالم الجليل المرحوم الشيخ محمد صيام إمام وخطيب المسجد الأقصى شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم حياة طيبة